موسيقى موسيقى سيادة وسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد أقرى مجلس النواب في جلسته مساء اليوم برئاسة المهندس عطفة طراونة وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون معدل لقانون صندوق الإسكان العسكري لسنة 2017 بما يرفع قروض الإسكان للأفراد العسكريين من 10 ألاف دينار إلى 15 ألف دينار وأعاد النواب إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية قانون المشتقات البترولية لسنة 2016 الذي ينظم الأنشطة الاتصادية والاستثمارية المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية لمزيد من الدراسة وثمن النواب عديد الجهود الأخيرة التي بذلت في سبيل القدس في ذات السياق أيضا تراجع النائب صداح الحباشني عن استقالاته سندا للنظام الداخلي لمجلس النواب ونستعرض إياكم بداية ما ينص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب في هذا الإطار والفصل الحادي والعشرون وهو فصل الاستقالة وفي المادة 172 المادة تقول على كل عضو يريد الاستقالة أن يقدمها خطيا إلى رئيس مجلس النواب دون أن تكون مقايدة بأي شرط وعلى الرئيس أن يعرضها على المجلس في أول جلسة تالية ليقرر قبولها أو رفضها وهنا يحتاج إلى عدد معين من النواب إلى ثلثين مجلس حتى تقبل استقالة النائب للنائب المستقيل في المادة 173 للنائب المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدمه أيضا إلى رئيس المجلس قبل صدور قار المجلس بقبولها وهو ما حدث اليوم في حالة النائب صداح الحباشني يبلغ رئيس الهيئة المستقلة بالانتخاب بشغور أي مقعد من مقاعد النواب الذين قبلت استقالتهم أو شغرت مقاعدهم بالوفاء أو لأي سبب من الأسباب ويعود الأمر هنا لقانون الانتخاب لتحديد النائب الذي سيشغر هذا المقعد الذي يصبح خاليا من جلس الاستقالة وهو ما لم يحدث حقيقة النائب صداح الحباشني كان من أصل أن يكون معنا عبر اتصال هاتفي وهو اعتذر في اللحظة الأخيرة والحقيقة لا نعلم سبب الاعتذار كان الأصل أن نستفسر من النائب صداح الحباشني عن سبب استقالته عفوا النائب صداح الحباشني معنا عبر الهاتف سيكون معنا نائب صداح الحباشني بعد قيل وقبل ذلك نتابع إياكم هذا التقرير قرر مجلس النواب الإبقاء على مشروع القانون المعدل لقانون صندوق الإسكان العسكري لعام 2017 كما وريد من الحكومة مشروع القانون تضمن زيادة قروض الإسكان للضباط إلى 30 ألف دينار بدلاً من 20 ألف وللأفراد إلى 15 ألف دينار بدلاً من 10 ألف وقد صوت المجلس بالإجماع على إقرار المشروع بعد فشل مقترح برفع قيمة الإسكان العسكري للأفراد إلى 25 ألف دينار بدلاً من 15 ألفاً كما قرر المجلس تحويل مشروعي قانونين لاتفاقيتين تتعلقان بالتقطير السطح للصخر الزيتي بين الحكومة وشركتين إلى اللجنة المختصة لدراستهما وقرر المجلس إعادة مشروع قانون المشتقات النفطية والأسباب المجيبة له إلى لجنة الطاقة لمناقشته بعد ورود ملاحظات من النواب عليه وفي رد على مداخلة للنائب خالد الفناطس حول الحالات المصابة بإنفلونزا الخنازير في المملكة أشار وزير الصحة الدكتور محمود الشياب إلى أن المرض الفيروسي هو مرض موسمي يشتد في فصل الشتاء مؤكداً توفر العلاج وعدم وجود أي خطر على الحالات المصابة وفي سياق آخر استذكر النواب شهداء قلعة الكرك بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواحهم البريئة معنا عبر الهاتف نائب صداح الحباشن وعظم الجسم النواب مساء الخير ساعتك وأعتذر حقيقة عن اللبس الذي حدث حول وجودك أو عدم وجودك معنا اليوم يلا حييك أهلا وسهلا فيك بل أخ صداح بداية أسباب تقديمك الاستيقال التي سبق وأنسحبتها سيدي أول إشي مساء الخير وبحييك بحيي قناة رؤية المنبر الحر اللي بمثل المواطنين الأردنيين وبتدافع عن القضايا المواطن الأردني هذا أول شيء الشيء الثاني بجوز الجلسة الأخيرة جلسة الأسعار أو مناقشة الأسعار اللي ما تم لها النجاح إنه استمرت وكانت جلسة رقابية وكانت قبيها إنه رافعين الكهرباء ورافعين الوقود فطالبنا المجلس إنه إنعقاج جلسة خاصة في مناقشة الأسعار إلا إنه ذلك لم يتم وتبنينا مذكرة قام فيها زملائنا أحد الزملاء وتبنيناه وكان عددها مئة وستة بعد يومين أو ثاني يوم يعني تقريبا نعم معك سيدي فيسيد العزيز إحنا يعني الإرباك اللي صار إنه كل واحد صار يتبنى ليه مذكرة مذكرة غاز مذكرة تواجع عربة مذكرة كذا مذكرة كذا هذا أربكنا فإحنا تبنينا مذكرة وقع عليها حوالي مئة وستة وصار فيه اجتماع ثاني ولم نكن ولم يتم دعوتنا إلى هذا الاجتماع فكان إنه يعني ردت فعل على عملها على عمل النواب وإرباك المشهد إنه طيب سبب سحبك للاستقالة دكتور صداح بعد كل ما ذكرت يسيد العزيز سحب للاستقالة أنا أنا لائب منتخب يعني أنا ما كنت أدرك مدى هذه الضغوط اللي صارت يعني صارت مجود يعني وقفح تجاجي يوم الجمعة والله إني أنا داريت على الأنظار حوالي أربع أيام أو خمس أيام تقدر تتواصل مع النواب إنه ما قدروا يتواصلوا معاي وأجوني على الدار أجوني على البيوت ما قدروا يتواصلوا معاي والله حتى أقربائي إني أنا داريت عنهم والله فالحاصل إني أنا كنت جاجي يعني ما أنا معني إني يعني مناسبي يعني مش معني إني يعني أقدم وأرد إني أتراجع بس لكن أنا بقول إليك ما لم أدرك مدى هذا الضغوط سواء العشائري أو الشعبي إني 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 شعرت فيه دكتور دكتور صداح بكل شيء فيه وبكل صراحة هل كنت تعتقد أن مجلس النواب كان سيقبل استقالتك التي قدمتها للمجلس؟ والله أنا من أداري يعني أنا ما يعني ما بعرف يعني أنا دخلت اليوم على المجلس ومعاي نقاب مبارح كان عندي النقابيين وحزبيين من محافظة الكرك الملتقى الملتقى الأحزاب في الكرك والنقابات والفعاليات الشعبية كان عندي ومن وقتلت فعاليات الكرك ومن عشيرك ومن عشائر الكرك فما دخلت في ما فكرت وكنت يعني شعور تاني ما فكرت أنه يقبل ولا عدم القبول طب أمد أشكرك كل الشكر الحقيقة الدكتور تضاحل حباشني أوضحت وجهة نظرك فيما يخص الاستقالة وسحبها شكرا جزيلا لك بعد الفاصل قصير سنبدأ حلقتنا اليابية وحديثنا حول الملفات النيابية بمجملها فاصل ومثلما نواصل ابقوا معنا الحديث حول الملفات النيابية محور حديثنا الثاني في حلقة اليابية أرحب بضيفة الكرامة دكتور مصطفى الخصانة أضو مجلس النواب أهلا بك دكتور مصطفى شرفني بحضورك والكاتب والمحل السياسي والخبير في شئ النيابي لأستوى الحمدان الحاج أهلا بك شرفني بحضورك دكتور مصطفى أريد أن أبدأ من موضوع الاستقالة وأسمع تعقيبك الحقيقة استقالة ومن ثم سحب استقالة وفق النظام الداخلي بفهوم لكن وجهة نظرك شكرا سيدي الحقيقة يعني بداية أشكر هذه القناة الرائدة والقائمين عليها وأشكرك سيدي وأرحب بضيفة شرفني يا سيدي لأخ العزيز الفاضل وبمسي على السادة الأخوات والإخوان المشاهدين الحقيقة كان اليوم يعني على جدوى الأعمال جلسة المجلس الثامنة موضوع استقالة الزميل صداح الحباشنة ويعني لابد من الحديث عند الحديث عن الاستقالة لابد أن نرتكز إلى النظام الداخلي وإلى نصوص الدستور وأعتقد أنه من حق أي نائب أن يعبر عن رأيه وشكل من أشكال التعبير عن الرأي هي الاستقالة من المجلس إذا ما وجد النائب بأنه غير قادر على الاستمرار بمباشرة أداءه النيابي هكذا يعني زميلنا الدكتور صداح يعني أبدأ أمام العلام استقالته كانت مختصرة يعني أقدم استقالتي إلى رئيس المجلس وتم عرضها الحقيقة في هذا اليوم وجهة النظر السياسية كما قلت من البداية من حقه هو أن يعبر لكن يعني فيه نقطتين الحقيقة تفضل فيهم زميلنا بالاتصال الهاتفي هو يقول بأنه يعني تم التوقيع على مذكرة من 106 نواب هذه المذكرة الحقيقة يعني تبنت فكرة إرجاء البحث في موضوع مشروع الموازن ومناقشته نعم من قبل اللجنة أو من قبل المجلس لحين تراجع الحكومة عن بعض الملفات ومنها موضوع الكهرباء وكان هناك يعني ما سمي بالتفاهمات النيابية والتي على أثارها يعني انعقد اجتماع من مجلس وتلاها اجتماع لاحق وقيل بأن هناك مذكرة من 53 نابي هي لم تكن مذكرة أنا حضرت جزء الحقيقة من هذا اللقاء هي ليست مذكرة هي لقاء تأكيدي على الموقف ولم تكن في حقيقة الأمر يعني مذكرة هذا أي لقاء منهم باللقاء الثالث اللقاء الثاني النيابي يعني فيه لقاء أول تحت القبة تبنت مذكرة أول إيش بنت المذكرة النيابية تبنت مذكرة بعدين رئيس الوزراء وفريق الوزاري حضروا إلى اللجنة مانية وكان هناك ما أطلق عليه التفاهمات النيابية بين الحكومة والمجلس المواب تفاهمات بين النواب والحكومة والحكومة والحقيقة هذه التفاهمات يعني لم يحضرها كل أعضاء المجلس ولا حضرها جزء كبير الموقعين على المذكرة المي و سكة وفي آخرين غير موقعين على المذكرة ولديهم موقف ولديهم وجهة نظر يعني جاء الحقيقة استقالة زميلنا الدكتور صداحية تعبير عن موقف وهو يحترم الحقيقة ويحكم النظام الداخلي ويحكم الدستور من قبل في ذلك أسمع وجهة نظر الأستاذ حمدان معلش دكتور أسمع وجهة نظرك استقالة ومن ثم سحب الاستقالة وهناك من كان يتساءل هل كانت استمر هذه الاستقالة دكتور صداح حباشن من مجلس النواب شكرا يا أخي محمد من حق النائب أن يقدم استقالة أو يحتاج على الطريقة التي تم تعامل بها وأيضا على بعض المواد التي يمكن أن تطرحها مثلا للحكومة أو على بعض التصرفات أو على بعض القوانين أو مشاريع القوانين أو على إمكانية طرح أو فرض ضرائب جديدة على المواطن أو زيادة ضريبة المبيعات مثلا أو غيرها لكن طبعا البروفيسور صداح الحباشني له كامل الحق أنه يبقى في مجلس النواب أو يقدم استقالته أو يحتاج أو غيرها لكن أنا أرى أنه المجلس النواب هو المكان الذي يجب أن يقارع فيه النائب الحكومة أو السلطة التنفيذية وأن يصبر على المماحكات التي تجري والانسحاب لدكتور صداح هو يمثل نبض الشارع وشريحة كبيرة من المواطنين بحبوا أنه يكون موجود أنا أعتقد بالعادي أنه شعبنا الأردني شعب طيب بتواصل مع نوابه بيرتعي في نائبه ذكر وسطات نعم أن يبقى هو المجلسان وسطات لحل الأزمة ويعبر عن ضميرهم وعن وجدهم اسمح لي فقط أن أنوه بأننا الآن نتابع هذه الصور المباشرة من محيط الصفاء الأمريكية في عمان والحقيقة هذا الاعتصام المستمر رفضا لقال رئيس الأمريكي دونالد ترامب حول موضوع القدس واعتراف بالقدس بأنها عاصمة لكياد محتل وهو ما لم يقبله أردنيين الحقيقة اليوم نحن نواصل هذه التغطية المستمرة لقضية القدس والتطورات في هذا الملف ولكن سنكون دائما حاضرين في هذا الإطار في إطار البث المباشر في كل مكان يكون فيه اعتصام فيه وقفة فيه احتجاج من قبل الأردنيين على هذا القرار ودكتور مصطفى الموقف النية بي كان متقدم في هذا المجال بمجال القدس حديدا ولازمتم تقدموني وهل هناك خطر يعني عندكم اليوم تحديدا في اللجنة القانونية عندكم ملف كبير تماما بكل أمانة وهنا السؤال المهم شو عملت فيه شكرا اليوم الحقيقة يعني كما تفضلت مجلس النواب يعني تم إحالة ملف في غاية الأهمية إلى اللجنة القانونية نعم وهو دراسة الخروقات والتجاوزات التي تمت من قبل الكيان الصهيوني حيال القرارات الشرعية الدولية ابتداء ومن ثم الاتفاقيات للسلام المبرمة الثلاث مع هذا الكيان وهي الحقيقة الكثيرة وعديدة ومتنوعة اليوم كان لقاءنا الأول لأننا تعرف اللجنة القانونية في زخم الحقيقة أمامها على الطاولة مطروح جملة من المشاريع القوانين اللي هي جزء من مهمتها لأن العملية التشريعية يجب أن تبقى قائمة ومستمرة وحاضرة وبذات الوقت أن ينظر بهذا الملف بأعلى مستويات الحرافية من الناحية القانونية الدولية ومن الناحية السياسية اليوم كان لقاءنا الأول الحقيقة يعني إحنا لبحث بلف ويعني خرجنا بجملة من النقاط التي اليوم كان هذا اللقاء الحقيقة ومخصص إلى وضع خرطة خطة عمل أجندة وجدول زمني يتم خلاله يعني إنجاز المطلوب نحن الحقيقة مؤمنين بأنه لدينا في الأردن مراكز بحثية ولدينا في الأردن أيضا جمعيات ومراكز دراسات لدينا في الأردن أيضا متخصصين في الشأن الدولي من الأكاديميين الذين يعني لديهم دراسات بحثية ولديهم آراء ومواقف قانونية أكاديمية بحثة يستطيعوا أن يؤشروا إلى مواطن الخلل وتناولنا ما هي المحاور الحقيقة تبين لدينا اليوم يعني جملة كبيرة من المحاور يعني سيتم تناولها عفوا المحاور شو المقصود فيها يعني هلأ وين الخروقات فيما يتعلق بموضوع الخروقات الإسرائيلي فيما يتعلق بالمقدسات الخروقات لاتفاقية ودي عربة الخروقات لاتفاقية أوستو اتفاقية كام ديفيد الخروقات بالشأن السياحي وبشأن قطاع النقل وبشأن موضوع المياه أنا يعني من استذكر عبر خلال الفترة الماضية يعني كان هناك عدد كبير جدار العازل كم محاور مبدئيا تم تقسيم محاور عديدة لا أستطيع الحقيقة يعني أني أنا أعدها بس إحنا اليوم حطينا أجندة عملنا سيستم يوم الأربعاء استدعاء بالبداية أكاديميا سيكون هناك يعني أكاديمي معروف الدكتور غسام الجندي وهو من خيرة الخيرة من أمناء الوطن الأكاديميين واللي كان له مشاركات سابقة أيضا في أثناء المفوضات السلام أيضا دكتور عبدالله كنعان وهو يستلم ملف في غاية الأهمية ولدينا أيضا هناك أنيس قاسم أيضا لديه يعني قراءة هذه خطوطنا الأولى رح نستمع لهذه الفئات الثلاثة ومن ثم سيكون يعني يعني عضو بالوناب رئيس محكمة العدل الدولية سابقا وهو رئيس حكومة سابق أيضا سيحضر إلى اللجنة ويقدم سيستدعى إلى اللجنة ابتداء عفوا والاستماع إلى رأيه حول موضوع الجدار العازل لأنه كان الحقيقة له مرافعة معروفة لدى السياسيين السؤال دكتور معلش أنا مأظن في هذا الموضوع نحن نتابع هذه الصور المباشرة في إطار تغطيتنا المستمر الحقيقة في هذا الموضوع وإن خرجنا في نبض بلد قيلا عن موضوع القدس وذهبنا إلى ملفات المحلية أكثر لكن اليوم دكتور بكل وضوح فيه سؤال دايما بخطر وسألناه خلال أيام الماضي أنا لا أذيع سرا أنه قديش بدنا وقت لنراجع الاتفاقية إحنا اليوم الجميع يعتمد على مجلس النواب بكل أمام يعني الشيء المهم اللي بنا أحب أحكي فيه أنه هناك العديد الكثير من الجهات وكثير من الأشخاص يشتغلوا على ملف القدس موضوع الخروقات أيضا للمواثيق الدولية والخروقات لقرارات المجلس الأمن وأيضا للاتفاقيات الدولية لكن الحقيقة يعني لا يوجد هناك جهة تجمع هذا الملف معا فاليوم إحنا مهمتنا باللجنة القانونية أن نعد ملف يجمع هذه الخروقات من خلال الجهات والأشخاص الذين قاموا بالعمل على هذه الخروقات إذا لم يتم إعداد هذا الملف إن شاء الله عما قريب يعني سيعرض أمام مجلس النواب وسيكون الحقيقة في موقف لمجلس النواب والدولة الأردنية اليوم حتى الحكومة وزارة الخارجية ووزارة السياح تم مخاطبة مجموعة من الوزارات اليوم عددنا كتب الحقيقة كلجنة قانونية خطبنا جملة من الوزارات منها وزارة الأوقاف هناك يعني الحقيقة مؤسسة موجودة في وزارة الأوقاف ترصد يوما في يوم كل خرق من الخروقات للمقدسات الإسلامية واضع دكتور والمسيحية نعم نعم ساحب دار عندي سؤالين هناك دعوات للنواب أن ينظروا فيما ينظروا من هذه الاتفاقية ولكن يمكن لأردن تجميد اتفاقية وادي عربا مدئين إلى حين أن ننهي النواب دراستهم ليبونودها والسؤال مدى قدرة النواب مدى قدرة مجلس النواب اليوم على اتخاذ قرار في هذا الإطار والأمر مرهون اليوم بقرار أو توصيات اللجنة قانونية النيابية شكرا مرة ثانية أخي محمد أنا أعتقد أنه مجلس النواب موقف مجلس النواب ورئيس مجلس النواب بالتحديد الأستاذ أبو الليت المهندس عاطف الطراوني موقف متقدم ولكن الموقف المتقدم أكثر هو موقف جلالة الملك والموقف الرسمي والشعبي هو موقف متلاحم وهي من المرات القلائل اللي بيكون فيه الرسمي والشعبي متقدم على كل المواقف العربية ويعني الجمعة القبل الماضي عندما نزل رئيس مجلس النواب ودفع بالنواب إلى الشارع ودفع بالنواب إلى الشارع وألقى كلمة غير مسبوقة حتى يعني في أيام الحراكات اللي كانت فيها السقوف عالي لم تصل للمدى الكلمة التي تحدث فيها أبو الليث الموضوع الأردني يعني بالناشي أن نحمله أكثر ما يحتمل لكن هو مشرف ومتقدم جلالة الملك أبى إلا أن يكون في القمة الإسلامية وكان هناك اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية في القاهرة ثم زيارة جلالة الملك للمملكة العربية السعودية وقبلها كان يعني يوم الأربعة قبل الماضي كان جلالة الملك في تركيا والتقى أردوغان والجمعة الأربعة التي تلتها أيضا كان في في تركيا والتقى أيضا أردوغان وكان الموقف واضح أنه الموقف الأردني فيه تصعيد الموقف الأردني لا يستطيع إلا أن يتقدم وإلا أن يشتبك تماما مع كل الأطراف الدولية بعد بكرة جلالة الملك بيكون في حاضرة الفاتيكان مع البابا وبعدها ينتقل إلى فرنسا لأيضا لتشكيل رأي عام عالمي على أن القدس لها تحت الوصاية الهاشمية وأن امتداد الأردني أو الامتداد الإسلامي والمسيحي دائم ومستمر وخالد ولا يجب المساس به هذه مدينة القدس لأديان الثلاثة ولا يجب أن يحتكرها دين دون آخر وأيضا الخروقات الإسرائيلية يعني لم تبقي مجالا لا للمسؤول ولا للنائب ولا لأي شخص في الدولة الأردنية إلا أن يحتج عليها بما يستطيع هل يمكن هل يستطيع مجلس النواب أن يقدم هو يستطيع أن يجري الدراسات هو يستطيع أن يطلب الخبراء ليقدموا طبعا ونفسه ليش على فكرة الحكومة يعني مجلس الوزراء كما نكلف الخبراء قانونيين وحتى المرافعة القانونية أمام المحكمة الجزائية أعتقد قاربت على الانتهاء لأن الأردن في مؤسسات هذه المؤسسات كل واحد تشتغل ليست بمعزل عن الأخرى لكنها متكاملة تعمل في حلقات متصلة وبالتالي هذا الموقف الأردني سواء القانوني أو النيابي أو من جنالة الملك أو من المواطن هذا الانسجام الذي قال نظيره أقلق أقلق وقض مضاجع نتنياهو شخصيا وإسرائيل وأمريكا أنه يعني هذا الأردن الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة ويكون ردة فعل وهكذا لكن من استفز الأردن ومن استفز الأردنيين هو القرار الظالم الذي يعني اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو خطير وغير عادل وغير منصف و بأن يتكون لكن أنت وصفت أن موقف النواب عليه الدراسة فقط نعم الموقف النواب هو قد يدرس وبالتالي يوصي لكنه لا يستطيع أن ينفذ أن يقول قطعنا أو أوقفنا هو ينقل الملف إلى الجهة السلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية هذا ليس قانون قانون هذا قانون لكن غير ملزم موقف النواب مهما كان يعني غير ملزم يمكن تفقيت السلام بقانون مش هيك دكتور مهم أن نفرق بين دور اللجنة القانونية في إعداد ملف مطلوب منها من قبل المجلس وكان هناك مقرر واضح من قبل مجلس النواب بحالة هذا الملف وتحديد ما هو مطلوب مهمتنا بفور أن نفرغ من إنجازها سنحيل هذا الملف الحقيقة إلى مجلس النواب لا بد أن يكون هناك موقف من قبل المجلس هذا الموقف يعني كما بادر مجلس النواب بمخاطبة البرلمانات العربية والاتحادات والبرلمانات العالمية والاتحادات الإقليمية نعم الأورو متوسطية والعربية والدولية بأن يكون بأن تباشر ضغطها على المجتمع الدولي وتباشر ضغطها على الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ موقف حيال المقرر الذي صدر عن الرئيس الأمريكي المقرر المشؤوم سيكون هناك أيضا هناك الحقيقة أعتقد دعوة يعمل يقوم عليها ويعكف عليها المجلس حاليا بأن يجمع كل رأساء البرلمانات العربية والدولية في الأردن وأن يكون هناك موقف واضح وضغط في هذه المسألة الجانب الآخر بادر مجلس النواب الحقيقة قبل قرار ترامب بمخاطبة كل البرلمانات العالمية والدولية والاتحادات وتسليمها للقوانين التي القوانين الياهوة الإسرائيلية التي فيها مساس بحقوق الإنسان وفيها تناول لمسألة العنصرية نعم فالمجلس النواب بادر ماذا بيدكم سابقا أنا عشان أدخل في الموضوع أرجوك توصل لجنة قاونية افترض تخذ قار بالتجميد وقف ببطلان قانون النوادي عروة مش هيكل أصل ليس الحقيقة بهذه أو لا توصيء بتوصله حكومة تحدد ما هي الخروقات نعم هي تحدد ما هي الخروقات يعني لا يستطيع أو لا تستطيع اللجنة القانونية أن تسلب دور أنا بقول مجلس النواب اليوم مجلس النواب سيتخذ موقف الحقيقة أن يتبنى ذلك ويعني يخاطب كل البرلمانات يعني البرلمان لا يخاطب إلا برلمان هو ليس سلطة تنفيذية كي يخاطب دول أخرى ويخاطب حكومات في دول أخرى وإنما يخاطب البرلمانات ويطلع هذه البرلمانات على المواطن التي جرى من خلالها خرق لهذه المواثيق الدولية دكتور أنا أعتقد أنه اليوم حتى الموقف الدولي يعني لم يأتي هذا الموقف دكتور هذا الموضوع نعيو تماما لكن مجلس النواب ليس بيده سوى أن يرصد الخرقات يحددها ومن ثم يوصي نعم تماما تماما ويخاطب البرلمانات الدولية حيال هذه الخرقات ليس فقط ليس يوصي فقط يوصي لمن يوصي لكل البرلمانات الدولية يفضح هذه الانتهاكات أمام كل البرلمانات لكن في الإطار في محلي 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 حتى لا تلزموني الحكومة الدبلوماسية الأردنية ألم تنتج أثرها يعني أنتجت أثرها دكتور أنا ما أحكي أرجوك نميل يعني الدبلوماسية أنا أقول مجلس النواب اليوم أحول مجلس النواب الاتفاقية إلى لجنته القانونية كما باشرت السلطة التنفيذية في الأردن بجناحيها سيدنا الله يطول بعمره والحكومة عبر فترة طويلة من الزمن دبلوماسيتها مع الحكومات والدول الأخرى في العالم يباشر أيضا البرلمان دبلوماسيته مع البرلمانات هذه البرلمانات فاعلة وتستطيع الضغط أنا مرة أخرى لا أتحدث عن البرلمان أنا ما بديعت ما بني أتحدث عن دور البرلمان كنا فقط متحدث عن جزئية الملف الذي ألقي على كاهل اللجنة القانونية وهو ملف وادي عربا ليس فقط وادي عربا أنا محكي في وادي عربا أنه له خصوصية المعاهدة لها خصوصية وهناك مطلب شعبي وهناك حتى تحليل سياسي وتحليل لمختصين حول تجميد هذا الاتفاق فقط من باب الضغط للتراجع عن قانا الرئيس الأمريكي على كل حال هذا الموضوع سنكتفي النقاش به إلى هنا وسنواصل حوارنا وضيف الكرام حول ملفات نيابية أخرى بعد فاصلا قصير نواصل لحوارنا وضيف الكرام والحقيقة بعد أن نهينا ملف القدس ولو مؤقتا وممكن ننجعله في أي لحظاتنا الحوار ملفات نيابية أخرى اليوم المذكرة النيابية أين مصيرها اللجنة قانونية تنهي نقاشاتها نهاية هذا الأسبوع على الأقل هذا مصير لجنة نمالية عفوا صحيح شو الوضع الملفات شغالة لا زالت الحقيقة اللجنة المالية يعني على ضوء الكفاهمات مع الحكومة أنا لست الحقيقة مع بداية أنا كموقف شخصي أنا لست مع وقف عمل اللجنة المالية أنا مع أن تستمر اللجنة المالية في مناقشتها لكل الدوائر والمؤسسات والوزارات فيما يتعلق بالبنود الخاصة فيها بالموازنة وأن يكون الموقف النيابي شيء وعمل اللجنة شيء آخر يعني اللجنة تعد ملف تعد تقرير تصدر قراراتها خيال الموازنة مستجل وتحيلها للمجلس والمجلس فليتبنى الموقف الذي يراه مناسبا يعني خلينا نفرق بين قصة اللجنة والمجلس اللجنة من حقنا تصدر تقريرها ماشي هذا التقرير ألم تستفز الحكومة النواب بما اتخذته من إجراءات سبقت مواحثات اللجنة القانونية حتى ومناقشة اللجنة المالية عفوا يسيدي لا زالت المذكرة قائمة أنا معك بسألك سؤال هنا صار في موقع دعمك وصلنا نسجل يعني الحكومة كانت ماخذ تقرار الموقف النيابي ثبت شوية كان محصيل خاصة الموقف النيابي يعني لا بس ضربوا بركات زي ما قلوها الحكومة شوية صغيرة كماما كماما أرجو أسمع وجدنا رسول حمدان عشان نتعقب عليه بسيري سيدي أنا أعتقد أنه اللجنة المالية في مجلس النواب قامت بجهد هائل جدا يوم الخميس بتنهي عملها كاملا بتقدم توصياتها لمجلس النواب يوم الأحد وبعد من ثم بيكون الماراثون الخطابات للسادة عضاء مجلس النواب يعني ما بيحكي أنت عن حوالي 65 لقاء برئاسة النائب أحمد الصفدي هذه اللجنة التقت مع كل المؤسسات الدولي والخاصة والحكومية وأيضا مع كل اللي لهم علاقة بعمل هذه اللجنة هذا هذا عمل غير عادي استطاعت اللجنة على الرغم من التوقف على الرغم من الإرباك اللي حصل إنها تقدم أو تنتهي من عملها في زمن قياسي يعني بالعادي لا شك بالعادي بتقعد اللجنة المالية بتقعد يوم 26 الشهر يوم 26 11 طيب قدم معالي وزير المالية خطاب الموازنة حالته حاله حاله مجلس النواب إلى لجنته المالية وبنفس اليوم والآن في 21 شهر تنهي اللجنة المالية في أقل من شهر بالعادي اللجان المالية اللجان المالية لمجالس النواب الأخرى كانت تستمر لشهر الصرف من موازنة الدولة 1 على 12 و 2 على 12 وأعتقد في مرة من مرات يوصل كان في مذكر نيابية واضحة المعالم والصورة والهدف والتاريخ لا مناقشة في اللجنة المالية قبل أن توضح الحكومة وقفها وقراراتها اجتماعات هنا وهناك يمنة ويسرة غدا وعشا نكون معطحين نعم نوصل على اللجنة المالية بنغير كل القارات بنجتمع في قاعد عكف الفايز بنهي القصة ونقول يا الله صح احكي مع أي بصراحة أنا بأعتقد أنه يجب أن نفرق بين ما نريده وما نتمنى وما هو الواقع الواقع ماذا يقول الواقع يقول أننا يجب أن ننصرف لعمل نيابي خالص وأنه اللجنة المالية تنهي تعاملها ولقاءاتها واجتماعاتها مع كل أذرع الحكومة من مؤسسات مستقلة وقطاع عام ومجلس النواب عندما يكون فيه عنده 106 نواب موقعين على عريضة عدم الذهاب إلى المناقشات ومع هذا اللجنة بيستمر أنا بأعتقد أنه مجلس النواب استطاع أنه يتعامل بديناميكية أكثر من أنه الجمود والوقوف والتمترس وخلف المواقف وجهة نظارك تتفق مع نيابي ديناميكية أو هذا موقع في نيابي جانب وجانب آخر يعني أعتقد لا أتفق معها بس أنا بدي أروا على الأصل المسألة كلها بتتعلق بالمذكرة الميوستة لا تتعلق بالمواقف بمشروع قانون الموازنة بحد ذاته لأنه هذا المشروع الحقيقة يجمع فنيات مالية لا يدركها كل نائب سلفا لابد من أنه تنعرض أمام لجنة مختصة زي اللجنة المالية نعم وتقوم بدراستها وتصدر توصيات تحيالها ومن اليوم نقول أنه هذه الميزانية أصلاً الموازنة المتواضعة يعني باين قديش حجم الإرادات وين رايحات الإرادة احتجاج الميوستة مذكرة الميوستة على موضوع مختلف تماماً يتعلق بموضوع الكهرباء وضريبة الدخل مشروع تعديل على قانون وضريبة الدخل وعلى الخبز وقل لك تراجع عنهم أذول الثلاث أو خلينا نتفاهم عليهم أذول الثلاث بعدين نحن نحكي بموضوع الموازنة والحكومة رفعت أسار طبماً من الحكومة الكهرباء ارتفعت والخبز الحكومة بدرت برفع الكهرباء وبعدين نحطوا الدعم واحتجت الحكومة بأنه يعني رفع الكهرباء ليس يعني وليد هذه اللحظة مش اليوم أخذت القرار هذا متفق عليه سلفاً من حكومة سابقة أنه يرتبط بأسعار النفط العالمية موضوع ضريبة الدخل هناك تصريحات من الحكومة وهذه التصريحات الحقيقة جاءت بناء على توجيه من سيدي صاحب الجلالة بعدم المساس بالطبقة الفقيرة والوسطى بالمطلق يعني تحكيش بموضوع النساء بالضريبية احكي بالخروقات الضريبية التي تتعلق بموضوع التهرب الضريبي موضوع التحصيل الضريبي اللي موجود فيه ضعف كان الحقيقة توجيه واضح بهذه المسألة فاليوم بدنا تعهد من الحكومة واضح بهذه المسألة قدمت الحكومة تعهد في هذا المجال موضوع الخبز قدمت الحكومة تعهد في مجال التهرب الضريبي دعوني بصراحة شايف ايش في الموازنة ما في مشروع أمام بين ايدينا في مشروع قانون ضريب الدخل حتى اللحظة لم يتلم هذا المشروع طيب الموازنة ليست واضحة المعالم اليوم ما هي مبيني الإرادات اللي انت تفضل هذه الإرادات واضحة هذه مزيد من التحصيل الإرادي الإضافي من الحكومة من حزينة الدولة وبالتالي يعني إضافة إضافة مش بس ضريبة الدخل في العام الماضي الحقيقة ضريبة المبيعات لا شرط الحكومة للحقيقة وإحنا حذرنا أكثر بأكثر من المناسبة حتى من اللقاءة الفردية اللي خارج العمل البرلماني في العام الماضي رفعت النسب الضريبية ضريبة المبيعات على بعض الإسلام نعم شو اللي أجل الحكومة تراجعوا السبب إنه جيبت المواطن اللي معا ميت ليرة ما رح يتغير عليه يعني القوش ما رح يتغير لو في عنا نشاط آخر افتقى في المواطن اقتصاديا وصار عنده قوة قدرة شرائية عالية حتى أنه يقدر يحقق لخزينة الدولة ويرفدها بضريبة مبيعات أكثر ما أقول لك آمين بس ما تغير على إشي على المواطن الأردني يعني اللي معا ميت دينار بدي يدفع عليهم 10% ضريبة إذا إذا عملت الضريبة ما رح يتغير عليه إشي رح يقل عدد السلاع الحكومة ما تنظر إلى هيك أنا بأعتقد أنه هي أكثر أكثر ميلا لأنه يكون في عندها موازنة 9 مليار هذه 9 مليار فيها مساعدات 700 مليون ضريف الدخل بيجي منها كذا الأموال بتيجي يعني المهم بالنهاية بدها هاي 520 مليون دينار اللي المفروض تيجي عام 2018 بدأت حصل هاي ما تحصلوا بالعادة الماضية ما تحصلوا يا دكتور تحصل عام الماضي تحصل وعام 2019 بدوا يتحصل نفس المدل أو شوي زيادة وإحنا شركة الكهرباء كانت تربح أنا غلطة يعني كاربا كانت تربح حتى حتى الخبراء العاحلين في شركة الكهرباء صح كلام شركة الكهرباء رجع التربح رجع التربح رجع التربح من وراء السياس في قطاع الكهرباء السياسة اليوم مختلفة صار المواطن بيولد كهرباء وقعد بيرفيد الدولة بدان ما هي ترخلت الكهرباء تخسر على إنتاج وبيعهم سعر أقل محدودين هذول دكتور بدي أرجوك لكن اليوم مع انخفاض أسعار المشتاقات النفطية والنفط عالميا لا الحكومة لا يعني أنا رأي ذلك الوضع الذي كنا نتحدث عنه سابقا 2013-2012 2014 مذكرة الميو ستة ما بتحكي عن الموازنة بتحكي عن ثلاث قضايا محددة بتحكي عن كهرباء وضريب الدخل مشتاقات نفطية وخبز لأن الخبز الحكومة فتحت مشروع دعمك موقع دعمك وبلش تستقبل ونسطلو ومئة ألف مسجل ولسه يا مجلس النواب لا ناقشته ولا فتحته طابقه استهجان النواب جميعا وغضب بعضهم طيب يعني لما أجت الحكومة وحطت موقع معناته أنت ما أخذ قرار سلفا طبعا أو ضامن لا تحكي معي موضوع عن الخبز أنت بأخذ قرارك سلفا طيب أنت بديك ترفع الدعم على الخبز إحنا بلقاءاتنا الكتلة النيابية مع دولة الرئيس وبعض الوزراء صاحبه كنا بنحكي عن الخبز أنت بتحكي عن مئة مليون مئة أربعين مليون مئة وخمسين ببعرفش قدي الرقم اليوم منقول هذا الدعم كان يذهب إلى السلعة ولا يذهب إلى المواطن اليوم مننا نقلب مننا نودي له المواطن مناش نودي له السلعة إن شاء الله أنا أدخلي مليون دينار أنا حر أريد أن أخذ هذا الدعم أريد أن تصرف فيه أعطينا تقير ما عندك سيارتين أما أنه أنا أضع خطة حتى لو تقدمت بطلب أضع خطة بطريقة اللي أهرب أنا أهرب جزء ويهم على الموازنة يعني بصير شيئ أنا أتحايل مشان أحصل 45 مليونير ما هربت الحكومة ما هربت الحكومة من المصاري الموازنة بنعم أو لا 45 مليون ما هنحكي فيهم يعني هربت الحكومة موقفها يسيد الحكومة يعني بشكل عام هي بتشتغل بضمن برنامج محدد هذا البرنامج ماشي عليه بخطوة بخطوة ومجلس النواب يعني له أن يقول نعم أو له أن يرفض أو يعدل حتى يعني الناس اللي بيقولوا أنه فيه ناس عمالهم بحضروا أنهم بدهم يعملوا تصويت ضد مشروع الموازنة أو الموازنة للدول الأردني لعام 2018 إنت لو لو إجوا كل النواب وصوتوا ضد مشروع الموازنة هذا مش طرح ثقة في الحكومة هذا مش طرح مشروع الحكومة ومشروع الحكومة هذا مشروعها هاي بتقدم مشروعها المال أنت بتقول مشروع قانون موازنة الدولة الأردنية لعام 2018 احنا كنواب بنرفضهم لكن الحكومة بتظل تعمل هذا إشي وهذا إشي كيف مواقف الحكومة بالأموية؟ موقف الحكومة ثابت عام 2017 أخدت 518 مليون أو 520 مليون العام 2018 بدها تبدها 518 أو 520 مليون ونفس اليش عام 2019 الموضوع واضح يعني ما بدها روحها للقاضي ولا للأفلان ولا إنه والله ممكن ومش ممكن هذا مشروع صندوق النقد الدولي هذا مشروع وطني إصلاح وإقتصادي وطني هذا مشروع الحكومة ماشي عليه وهي ساير فيه بطريقة واضحة بسؤولين سيئا الحكومة في هذا الفتر الأخير مرت بملف ملف موضوع المذكرة النيابية نعم نحكي بصراحة الحكومة أخرجت نفسها من هذا الماضي لا الحكومة هي التي كسبت الجولي ما بدهاش بكل وضوح يعني هي أمامها كم ملفين؟ ملف القدس؟ أنا بعد أن الحكومة وأدوات الحكومة وشخص الحكومة في موضوع موازنة الدولي والتعامل مع مجلس النواب استطاعت إنها تكسب الرهان وتكسب الجولي يعني مش بس الرهان إنها بدها موافقة مجلس النواب حتى الفكفكي يعني أنت عندما تشوف 106 نواب من أصل 130 نائب بقولوا لا يعني الحكومة في ماذا؟ لكن عندما تستطيع إنه شخص الحكومة تخترق بعض تكسر هذا التكتل تكسر هذا التكتل وتسحب 30 أو 40 أو 51 وفي ناس بتراجع وفي ناس اتصالات مباشرة وغير مباشرة يعني يعني مجلس النواب هو مجلس منه في جزء كبير من النواب قواعدهم الشعبية بيضغطوا عليهم وبيضهم خدمات فأحيانا أحيانا مش دائما أحيانا الحكومات تعاقب من يعني اللي بشد عليها وبيحرم تحرم يمكن قواعد قواعد هذا النواب وفي خدمات أصلا يعني في عندك العفاءات العلاجات معلش 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 أنا بدي سألك شؤور ليش كيفت أنا بسألك شؤور أنا بسألك شؤور ما في خدمات تقدم حكوم بطلت أيدكم من نواب خدمات هذا واحد اثنين ألم تكسب الحكومة الجولة الأولى من الرهان من صح التعبير يعني إذا منزلونها جولة إذا صح التعبير هي قد تكسب جولة بس لا تكسب معركة حتى هذه اللحظة الحمد لله يعني الأردن ما فيش في معارك احنا في معارك سياسية لا حتى سياسية وغيرها في جولات قد تخسر الحكومة معاركتها في الموازنة ولا بأي حال هي جولات نحن شركاء في الدولة الأردنية هذا النظام الدستوري نظام قائم على مبدأ الفصل المرن بين السلطة بمعنى أن يكون بس في مرونة التعامل في العلاقة فيما بينها الحكومة بتعد المشروع وبيمر على مجلس النواب وبيتم مناقشته مع الحكومة وبيتم إقراره من هون وبيتم مصادق عليه قبل السلطة التنفيذية مرة ثانية لا يسيد بعد ما يمر من مجلس النواب حتى لو رفضتوا أنتوا كنواب لازم يروح لمجلس الأعيان فبالتالي المصادقة المصادقة التي ستبدأ مر وبعدين بدأت أتحدث عن أن الأدوار في شراكة هذا الأصل الأصل أن يكون هناك تعاون كي يتحقق التوازن نعم في أدوات رقابية متبادلة اليوم في عندي مشروع موازنة الحكومة لا شك بأنه رمت الكرة بملعب اللجنة المالية وقالت تروحي تدبري حالك مع الخبز قرري متى شائم وبعتقد أن اليوم زملانا في اللجنة المالية ضمن دوابط معينة يعني مش كارت بلانش لللجنة المالية موضوع الدعم الخبز هلأ في عنا أرقام أنا مش مشارك باللجنة المالية مش عضو فيها ما بعرف شو عم بيصير طيب اللجنة القانية للمالية بس ما أعتقد أنه زملائنا قادرين على أنه يديروا هذا الملف بشكل فيه انحياز للشارع فيه انحياز للمواطن لا أشك في ذلك بس بنفس جهة سمحوا لي سمحوا لي أنا حتى فقط نربط الأمور بنفسها تفضلي وبالحدث اليوم الموازنة ملف ضاغط داخليا يعني أردن بيأكمل الوضع الاقتصادي ضاغط ملف ضاغط نعم واليوم نحن ندخل إن صح التعبير مع كدب نماسية في مواجهة خطر محدق وهو قار الرئيس الأمريكي هل النواب يعني يلتفتون إلى هذه النقطة في هذه اللحظة وشو الإجراء اللي ممكن تتخطو بالتأكيد أنا يعني أنا بعتبر إنه يعني فيما يتعلق بالموازنة فيما يتعلق بالموازنة يعني بدي أربط إنه الضغط الخارجي إنه لا نحتمل الوضع لا يحتمل إنه أنا والله يعني أتبنى ضغط على الحكومة في ظل ظرف صعب أن هناك قرار جائر بحق الأردن وبحق الأمة العربية والإسلامية أنا معك تماما لكن هذا مسألة يعني مناش نعطيها أكبر من حجمها أنا رأيي الموازنة متواضعة جدا وما فيها شيء فيها أي مشكلة عندنا إشكالية اليوم النواب قاعدين بيضغطوا على الحكومة إنه ما بنمشي الموازنة بلا ما يتم التراجع عن ملف الكهرباء ويتوضح موقف الحكومة من مشروع قانون ضريب تدخل وأن يكون هناك ملف الخبز دور ملف القدس قد يكون ضاغط على ملف الموازنة العامة تتفق مع ذلك أولا ملف القدس ملف ضاغط على ملف الموازنة العامة إحنا في موقفنا الحالي قد لا نحصو على مساعدات قد يكون هناك تضيق صادق على الأردن ما هو أصلا موازنة فيه فيه أربعمائة وشوي لا يا دكتور فيه فيه مساعدة كل المساعدات سبعمائة سبعمائة مليون سبعمائة مليون محددات بالليون مقرس سبعمائة مليون شو بيصير فيما حلو أنا واضح أنا بحكم عنك الشراحة اليوم هل مجلس النواب ينظر إلى الموقف موقف الدولة الأردنية بعيدة عن الحكومة الأردنية لا شك قلت لك مجلس النواب شريك يعني شريك مهم مع الحكومة الأردنية يعني مش هو مجلس نواب جاي عن دولة أخرى والحكومة هي بتتعلق بدولة أخرى طيب لا شك إنه شريك موسيقى عمدان الموقف الحكومي من القدس وموضوع الموازنة والقدس والضغوط واحنا عمني المساعدة الضغوط على الأردن اليوم باتت واضحة ملفات تفتح هنا وهناك يا سيد موقف الحكومي من الموضوع القدس موقف متقدم اللي بيقود الموقف كله رأس الدولة له جلالة الملك وجلالة الملك ما خلى أي مجال لأي مشكك بأنه الموقف الأردني المتقدم الموقف الأردني يتماهى الموقف الشعبي مع الموقف الرسمي اثنين معالي وزير الخارجي كمان أدى دور غير عادي في عمله الدبلوماسي والسياسي في يعني عندما يحكي وزير الخارجي مع وزير الخارجية أمريكا أكبر دولي في العالم بقوله أنه هذا القرار جائر وظالم وإحنا لا نقبله وأنه يعني نرفضه يعني أنت تحكي وجها لوجه مع أمريكا نفس الإشي في علاقة الأردن مع إسرائيل العلاقة العلاقة مع إسرائيل اللي انت بتقول أنه فيه معهم عم عهدة سلام وإسرائيل بتقول لك أنه إحنا يعني إيش مال الأردن شو اللي عماله بصير نفس الإشي عندك أنت حتى مع إسرائيل المياه مع إسرائيل أعطي لي أنا موازنة وقدس الموازنة والقدس الحكومة الأردنية استطاعت إنها تمرر كثير من الأمور التي لم تكن قادرة على تمريرها فيما لو لم تأتي قضية القدس طيب تتفق مع ذلك دكتور بنعم أولى تماما يعني مش من اليوم الدبلوماسية الأردنية اللي قادها سيدنا من فترة طويلة من الزمن وهي استمرار للنهج العجمي يعني لا زالت بنفس القوة وواضح جدا من خلال موقف المجتمع الدولي الموقف القيادات ورؤسات الدول الممثلين الدبلوماسية للدول بأكد أنه لم يكن هذا الموقف الموحد حيال قرار ترامب إلا نتيجة الحراك السياسي والدبلوماسي القوي في كل المنابر وفي كل الميادين الدولية اللي باشروا سيدنا لأنه الدبلوماسية قائمة على الحكمة وقائمة على سند تاريخي وسند شرعي وسند مشروع لا فيك إضافة إلى يعني جلالة المالك عنده الخطاب الذي يستطيع أن يعني يتعامل به مع كل المحافل الدولي وهذا أهم أهم شيء في الموضوع أنا بدي أشكركم والأيام القادمة سنشهد فيها الكثير من الملفات محليا وأقليميا والقدس دائما حاضرة في كافة حديثنا حتى وإن خرجنا عن الحديث عن القدس مباشرة لكنها حاضرة في كل بيت في كل منزل في كل قلب أردني ينبض اليوم أشكركم كل شكر وضيف الكرام إلى هنا مشاهدنا نكون قد وصل نهاية حلقة الليلة من نبض بلد رؤية كما عتمها كانت ولا تزال واستبقى دائما معكم منكم وإليكم نختم الحلقة للمشاهد من محيط السفارة الأمريكية في عمان دمتم برعاية الله شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة